السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد سعيد من قناة تأسيس بدون تعقيد وان شاء الله النهاردة هنعمل فيديو تجميعي لجميع مسائل الجمع في الصف الثاني الاتدائي الجمع بالمضاعفات العدد من العدد الأصغر للأكبر الجمع بتكوين عدد عشرة الطرح بتكوين عدد عشرة المربعات السحرية الجمع المربعات السحرية طرح الجمع بالإبدال الاستراتيجيات الزهنية اللي هي تكوين عدد عشرة برضو كمان جمع عددين بدون عدد تجميع وطرح عددين بدون إعادة تجميع بسم الله نبتدي اول حاجة بجمع بالمضاعفات تمام بقول لي مثلا تلاتة زائد خمسة يساوي عايزة هو عايز مني هنا ان انا اجمع مضاعفات بدور على الرقم الصغير بدور على الرقم الصغير ده كان تلاتة تلاتة مضاعف افهم الطفل كده مضاعفه يعني عدد شبهوا العدد شبه كام تلاتة زائد تلات انا خدتة دي منين خدتة دي من الخامسة فوضل كام من الخامسة فوضل اتنى يبقى تلاتة زائد تلاتة كام ستة زائد اتنين تمانية لو جيت جامعة هنا تلاتة زائد خمسة هيساوي تمانية يبقى لازم في اي جمع من دول الجمع القديم اللي انا متدرب عليه او الطف mentioning جمع تمامى لرجم الجمع الجديد سهل جدا وهنمش بسرعة عشان وقت الفيديو يبقى المضاعف العدد بجيب عدد شبهه 3 زياد 5 يبقى 3 مضاعفها كام 3 خدت 3 دين منين من الخمسة دي ده اول نوع من المسائل اول نوع من المسائل جمع بالمضاعفات طيب تاني حاجة العد من العد الاصغر الاكبر زي ايه مثلا بقول لي 12 زياد 5 بعمل ايه بقول لي حط الكبير في دماغنا والصغير على قدينا وعدم الكبير من بعد الكبير بعد ال 12 13 14 15 16 17 وحط هنا كام 17 طبعا انا اعرف ازاي مستر ان هو عايز دولة ده هو بيكتب لي فراش السؤال اجمع بطريقة كزا اجمع بالمضاعفات اجمع بطريقة العد اجمع بتكوين العد 10 تمام دي السهل طبعا كلنا عارفينها قبل كده تمام تالت نوع عندي من مسائل الجمع بتكوين العدد 10 يعني ايه الكلام ده بيقول لي 8 زائد 5 مثلا ان يساوي هيقول لي عايز يجمع بتكوين العدد 10 يجمع بتكوين العدد 10 اعمل ايه يعني انا لازم اوصل المسألة ديت رقم فيها 10 وغالبا هيبقى الكبير طبعا هيبقى ليه يبقى اسهل لي الكبير ال 8 دي فضل الله كام علشان تبقى 10 فضل لها 2 هاخدها من ال 2 ديت هاخدها من ال 5 ال 5 دي عبارة عن ايه عن 2 زائد 3 طيب 2 زائد 3 دول يبقى كام هعمل كده للطفل هقول لي دول ايه اعملتهم 10 8 و 2 كام 10 والزائد تنزل وفضل عندي كان هنا كام فضل عندي الثلاثة يبقى 10 زائد 3 13 تبقى اكد زي من مسألة يا مستر حجمع 5 و 8 13 يبقى لازم الرقم ده يطابق الرقم ده تاني التكوين العشر 8 زائد 5 هاخلي الرقم الكبير يوصل 10 طب باخدوا ال 2 يا مستر من الرقم الصغير خد كام من 8 فضل الله كام علشان تبقى 2 فضل الله كام فضل الله اتنين يبقى 8 زائد 2 الاتنين دي اخدتها من مين؟ من الخمسة والخمسة اصلا عبارها على 2 زائد 3 التمانية والتنين عشرة والزائد تنزل والتلاتة تنزل ده بالنسبة للجامع بالايه؟ بالتكوين عشرة طيب الطرح من تكوين العادة 10 الطرح مثلا زي 16 ناقص 6 تمام؟ 16 ناقص 6 عايز اخلي الرقم ده 10 هناك في الجامع كنت عايز اوصله 10 اطلع بيل فوق اوصله 10 لا هنا هنزل بيل تحت حوصله ايه؟ الستاشر ديت محتاج اخد اخد منها كام عشان ده بقى عشرة هاخد منها 6 حطها هنا كده ودي بقت كام عشرة هتنزل هنا كده ادي بقت عشرة والنقص تنزل الستة ديت اهي الستة دي عبارة عن ايه؟ عن 6 زائد صفر تمام؟ يبقى 16 بقت كام عشرة خدت الستة دي وديتها فين؟ حطها هنا هشوف ايه اجمع عليها يديلي كام؟ يديلي 6 6 زائد صفر النقص ينزل والصفر ينزل يبقى 10 نقص صفر عشرة اطرح هنا 16 من 6 عشرة يبقى حل صح يبقى حل ايه؟ صح تاني واحدة كمان 15 نشوف مسألة كمان 15 نقص تمانية تمام؟ الخمستاشر دي انا عايز اخليها كام؟ عايز اخليها عشرة يا مستر هاخد منها كام؟ هاخد منها الخمسة حطها هنا كده دي الخمسة دي خدتها من مين؟ خدتها من التمانية تمانية نقص خمسة تلاتة هي كده تمانية نقص خمسة تلاتة دي بقت كام؟ بقت عشرة تنزل هنا كده والنقص ينزل ده مليش دعوة به وتلاتة يبقى عشرة نقص تلاتة كام؟ سبعة اطرح هنا 15 نقص تمانية سبعة هنا سبعة هنا سبعة يبقى حل صح يبقى انا بكون العشرة طيب الركم اللي باخده ده بوديه فين؟ بأشوف عليه ركم اجمعه ويدي لي ركم ده يدي الركم ده. ده بالنسبة للطرح بتكوين عشرة. بعد كده مربعات السحرية جمع. يعني بقول لي مثلا ايه? تسعة زائد كام يدي لي خمستاشر. بعمل ايه يا مثر سواء جمع او طرح هطرح. هعمل ايه? هعدم الصغير لما وصل كبير. هقفل ايدي المربعات السحرية جمع كلها طرح. سواء جمع او طرح. هعدم الصغير اقدم الصغير لما وصل كبير بعد التسعة عشر احداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر طلع على ايدي كم? ستة. يبقى تسعة زائد ستة خمستاشر. طب لو طرح. تمام? مسلا مسلا اتناشر ناقص كم? يدي لي تمانية. خد بالك هنا جمع وهنا طرح. هنا طرحت وبرضه هنا هطرح. هعد من الصغير لما وصل كبير. هقفل ايدي بعد التمانية تسعة عشر اتناشر طلع ايدي كم? اربعة. يبقى اتناشر ناقص اربعة تمانية. ده بالنسبة للمربعات السحرية. ده نوع خامس نوع عندنا من المسائل. بعد كده الجمع بالابدال. يعني جمع بالابدال بقول لي خمسة زائد تلاتة. دي في المنهج القديم بتاع سنة ستة. ان الجمع عفوا عملية ابدالية. يعني ايه عملية ابدالية مستر? الجمع. والضرب عملية ابدالية. يعني خمسة زائد تلاتة هيدي لي تمانية. وتلاتة زائد خمسة كمان هيدي لي تمانية. طب الضرب عملية ابدالية بالمرة اه الاتنين فيه تلاتة بكم? بستة. طب لو قلت التلاتة في اتنين بستة. يبقى الجمع والضرب عملية ابدالية. طب الطرح عملية ابدالية? لأ. الطرح مش عملية ابدالية. ازاي يعني? اربعة ناقص اتنين هيساوي اتنين. طب تعني نبدل كده? اتنين ناقص اربعة مش هينفع. يبقى الجمع عملية ابدالية. يعني ايه ابدالية? يعني نفع حط الرقم الاول هنا في الاول والتاني في التاني. عملية ابدالية الجامعة عملية ده الجامعة بالابدال الجامعة بالايه بعد كده الاستراتيجي استراتيجيات الزهنية للجامعة يقول لي مثلا تسعة زائد ستة هو مش عايز هنا يجمع يقول يحط التسعة في دماغنا والستة عادين لا هو عايز يكمل عشرة بسرعة هقول له خد واحد من هنا حطها على تسعة بقت كام عشرة ودي بقت كام خمسة عشرة وخمسة كام خمستاشر هو عايز كده هو عايز يكون عشرة عايزه يكون عشرة عايزه يشغل مخه اكتر يشغل دماغه اكتر ما يحلش بالعاد على صابعه بيحلش بالعاد على ايه على صابعه ده بالنسبة للجمع بالايه الاستراتيجيات الزهنية بعد كده جمع عددين بدون اعادة تجميع يعني ايه الكلام ده بقول لي اجمع 32 زائد 5 مثلا و40 تمام بقول لي دي اسمه جمع بدون اعادة التجميع جمع بدون اعادة التجميع بساوي ايه هقول له كده الاتنين دي كام في الاحاد باتنين زائد الثلاثة في العشرات اقول له الثلاثين الخمسة في الاحاد بكم بخمسة والاربعة في العشرات باربعين اجمع الاحاد مع الاحاد الاثنين وخمسة سبعة تلاتة اربعين وثلاثين زائد سبعين هيدين سبعين سبعة وسبعين يبقى سبعة وكم وسبعين ده اسم الجمع باعادة الايه بدون اعادة التجميع بدون اعادة الايه التجميع جمع بدون اعادة التجميع تمام بشوف وقت الفيديو بس لانه بيفصل على ركم معين تمام الجامع بدون اعادة تجميع بعد كده كمان واحدة زيها ولا ايه كمان واحدة زيها بقول لي خمسة وعشرين زائد سبعتاشر مسلا بسيبني سبعتاشر زائد اتناشر مسلا تمام هنا خمسة في الاحد بخمسة زائد اتنين في العشرات بعشرين الاتنين في واحد باتنين والواحد في العشرات بعشر اجمع خمسة واتنين سبعة عشر وعشرين هيديلي تلاتين هتساوي سبعة وتلاتين سبعة وتلاتين ده بالنسبة للجامع طيب الطرح نفس الحكاية بقول لي ستة مسلا وخمسين ناقص تلاتة وعشرين هاعمل طرح بدون نعادة تجميع الستة في الاحد بستة زائد خمسة في العشرات بخمسين وهيكون ما اخذ رقم اللي اخذ الاحاد والعشرات ثلاثة في الاحد بتلاثة زائد لاثنين في العشرات باثنين أجمع ثلاث ستة أطرح عفوا ستة دي طرح ودي جمع ستة من ثلاثة ثلاثة و خمسين زائد ثلاثين خمسين نقص ثلاثين عفوا كام خمسين زائد عشرين حيديلي ثلاثين هتبقى ثلاثة و ثلاثين فخدوا بالكم اللعلمة اللي هتضع هنا جمع بس أنا بطرح أنا ت hippطرح بطرح ده من ده و ده من ده بس هما هتنين جمع ستة من تلاتة تلاتة وخمسين من عشرين تلاتين نكمل جامع بتاعنا بعد الجامع بعد التجميع هناخد الجامع باستخدام القيمة المكانية الجامع باستخدام القيمة المكانية والدرس ده ليشقين يعني ايه فيه تقدير وأنا مختلف تماما مع النوعية ديت بس أنا هشرحها عشان هي في المنهج أنا مختلف تماما مع النوع من ده من المسائل يعني زي بقولي تلاتاشر زائد خمستاشر ده اسمه جامع حسب القيمة المكانية في الجامع ده أنا مبلش دعو بالأحد خالص بياخد هنا كم عشرة في العشرات وعشرة في العشرات بكم بعشرين أنا ما عرفش إيه وجه الاستفادة من النوع ده من المسائل ما عرفش وجه بس هضطر أشرفه عشان الناس كتير بتقول إحنا مش عارفين هو إيه ففي النوع ده الجامع بيستخدام القيمة المكانية ما بتعاملش مع الأحد ما بتعاملش مع إيه حية عشرة وعشرة لو هنا مثلا عشرين وهنا تلاتين هقول له عشرين وتلاتين عشرين وتلاتين هيدي لخمسين تمام ما عنديش علاقة بالايه؟ باللاحد تمام بعد كده الجمع بالتقدير الجمع بالايه؟ بالتقدير رسعني مقي الجمع بالتقدير يأعدي أعدات فقيرة وأعدات غنية اللي هو صفر والواحد والاثنين والثلاثة والاربعة دول أعداد فقيرة والخمسة والستة والثبعة والثمانية والثمانية والتس Окoun والعتقد että ع merkan Caul 9 أعداد فقيرة يعني مثلا staffing 35 أمогодutar bestimmteet الفقيرة غني أمходит س golf helem can be Или three, one حط مكانها الخمس صف والتلاتة تبقى كم؟ هتبقى اربعة. طيب لو تلاتة وعشرين. التلاتة دي غنية ولا فقيرة؟ فقيرة. حط مكانها صفر وما تديش لاتنين حاجة. هتنزل زي ما هي لاتنين. ده هسمو الجمع بالتقدير. اما ده جمع بالتقدير للكم المكانية علاقتي بالعشرات بس. اما ده جمع اعداد فقيرة وعداد غنية. وده اللي هينفع بعد كده في التقريب لأقرب جزء من عشر اقرب جزء من مية في الجزء من الف اقرب الف اقرب مية اقرب عشرة. وده اللي هم اتكلم فيه. بس انا شرحت تانية عشان هي موجودة عليهم. او ناس كتير طلبت. تمام? ده اعداد فقيرة واعداد غنية. اعداد فقيرة واعداد غنية. تاني 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 تاني. سبعة وخمسين. السبعة دي غنية ولا فقيرة? غنية يا مستر. حط مكانها صف وتدي الخمسة واحد تبقى ستين. طيب تلاتة وستين. التلاتة دي غنية ولا فقيرة سببها هنا صفر او واحد او اتنين او تلاتة او اربعة لهي اعداد فقيرة. هحط مكانها صف وما تديش ستة حاجة. يبقى دي ستين. يبقى دي كم? ستين ده بالنسبة للجمع للايه? تقدير بالتخطط مية وعشرين. بقى كه تحليل الاعداد المكونة من رقمين لحل مسائل الجمع معادة الايه? التجميعي. الكلام ده? ده يعني مسلا بقولي تمانية وعشرين زائد خمستاشر. النوع ده من المسائل بيعمل لي ايه? عايز لي عايزني اكون عشرة من الاحاد. عايزني اكون عشرة من الاحاد. يعني هقولي هنا كم? عشرين وتلاتين. دي الوحدة هي. ما ايش ضعوا بيها خالص ولا ايش علاقة بيها? طيب. هابدى بقى اتنلم الاحاد مع الاحاد. تمانية وخمستاشر. عايز اكون منهم كم? عايز اكون منهم عشرة. يبقى هاخد من الخمسة اتنين. احطها كم? على العشرة. المسائل كلها مرتبطة ببعض. هنا ده كله تكوين عشرة. اللي هو قبل كده. لازم يكون ايه? يكون واخدوا وفهموا عشان يكون عشرة. هياخد من الخمسة كم? اتنين. عشان دي يبقى دي عشرة. حطها مع التلاتين هتبقى كم? هتبقى اربعين. فاضل اللي كام من الخمسة تلاتة? يبقى تلاتة واربعين. طيب ما اجمع خمسة تمانية وخمسة تلاتة ومعنى الواحد. جمع القديم. تلاتة واحد اربعة نهات واحدة. اواربعين. تاني عايز ليدري دارس ده مليش علاقة بالعشرات. كل شوء لها على العاد. يعني بأعمل ايه? بكون له عشرة من احد. بكون له عشرة من احد واضفها على العشرات. تمام? تاني هنا عشرين عشرين وعشر ثلاثين مليش علاقة بها خالص. انا ببص هنا الاحد تمانية وخمسة كون لي منها عشرة يا مسر. الخمسة هتدي التمانية اتنين هتبقى عشرة حطها على العشرات اربعين. فاضل الكمل الخمس تلاتة يبقى تلاتة واربعين! تمام؟ ده الدرس اللي هو تحليل اعداد المكونة لحل مسائل الجمع بعد تجميع بتكوين ايه? عشر باعات كيه جمع اخر حاجة عندي في الجمع الجمع بالدمج الجمع بالايه؟ بالدمج الجمع بالدمج يعني جاجعب دعم قولي خمسة وعشرين زائد واحد وثلاثين زائد اتنين واربعين زائد تلاتة وخمسين يعني الكلام ده باخد اول رقمين واجمعهم وطاني رقمين واجمعهم ادمج بين اقواس 5 1 6 2 3 5 وعزا تتنزل 2 3 5 وارجع اجمع تاني 6 5 11 1 ومعنا الواحد على ال 5 6 9 Source 9 15 يعني باخدوا الرقمين الاولى اجمعهم والرقمين التانين ادمجهم واللي يطلع من هنا على يطلع من هنا اجمعوا وده بالنسبة لدروس الجمع كلها مجمع في فيديو واحد الصف الثانيم التي ده الناس كلها طلبتها نرجو نكون قد وفقته في شرح وتبسيط هذه المعلومة لأطفال لأولادنا ما تنسوناش يا جماعة من دعوة بظهر الغيب وشكرا وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته